نجى فريق ميلان من الهزيمة أمام مضيفه أودي نازي واحد واحد في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدور الإيطالي لكرة القدم وسجل المدافع البرازيلي رودريغو بيساو هدف التقدم للديو في الدقيقة الثامنة والستين ورد الإفواري فرانكيسي بهدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الزمن الأصلي اللقاء ورفع ميلان رصيده بعد هذا التعادل إلى ثلاث وخمسين نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن جاره المتصدر أنتر ميلان الذي سيحل ضيفا على فريق بارما اليوم انتزع فريق بارشلونة بطاقة التأهل إلى نهاء مسابقة كأس مالك إسبانيا لكرة القدم من ضيفه إيشبيليا أثر فوزه عليه ثلاثة صفر في إياب الدور نصف النهائي وسيكون بارشلونة في نهاء كأس مالك إسبانيا بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع فريق ليفانتي وضيفه أتلاتيك بيلباو علما أن مبارات ذهب انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد موسيقى